كعادة الأوسكار كل سنة ربما كانت بتبقى هناك يعني مجموعة كبيرة من الأفلام المشاركة وكان دايماً النصيب بيبقى من الأفلام الأوروبية على سبيل المثال فيلم آيرلندي، فيلم دينماركي كنا بنشوف نسخ جميلة جداً ربما هذه النسخة من الأوسكار مختلفة بعض الشيء الشرق يسيطر فيها بشكل قوي أفلام من كوريا، من الصين، من الهند بتحصد عدد من الجوائز هل الشرق يعود أيضاً في السينما؟ وفي سينما هوليو، ده السؤال اللي حنسأله أول مبارح، كان الماليين حوالين العالم بيتابعوا حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الخميسة والتسعين أول مرة بيتم تنظيم هذا الحفل بدون السجادة الحمراء أو الريد كاربيت اللي متعودين عليها في كل النسخ السابقة وفي كل أيضاً المهرجات، المهرجانات السينمائية العالمية يمكن دي بكاتش المفاجأة الوحيدة اللي موجودة مبارح كان فيه مفاجآت كتير في جوائز الأوسكار السنة خصوصاً أن فيلم Everything Everywhere All at Once حصل على سبع جوائز خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن حفل جوائز الأوسكار من الناقد الفني الأستاذ خالد محمود اللي منوالنا في الستوديو صباح الخير يا عليك صباح الخير صباح الخير إيه المختلف في السنة دي؟ يعني إيه اللي حصل؟ بصي أنا دايماً بشوف جوائز الأوسكار بتمثل حلم الأكبر لنجوم ونجمات حتى لو تخطوا سنوات وحسوا أن هم كافحوا طول العمر لكن ما توجوش بالمشوار بشوف أن اللحظة دي هي لحظة تتويج إنساني وفني كبير جداً هذا العام في الحقيقة الأفلام اللي وصلت أصلاً للمرحلة القصيرة أفلام كلها رائعة وعظيمة وكأنها فازت بالأوسكار في النهاية فيه فيلم واحد لازم يفوز بأفضل فيلم في الحقيقة فيلم كل شيء في كل مكان في وقت واحد كان يعني ده رغم سنة النقاد الكبير عليه لكن كان مفاجأة أنه يتصعد هذا الصعود ويصل لسبع جوائز الأوسكار منهم أفضل فيلم لأنه فيه أفلام مخرجينها نجوم وأبطالها نجوم وبيغزلوا الجمهور والنقاد زي مثلاً سبيلبرج يعني أنا كنت متوقع في الحقيقة وكنت متحمس لفيلم سبيلبرج اللي هو في فاب المنز لأنه هذا الفيلم يعني سبيلبرج بيقدم فيه رائعة إنسانية جميلة عن جزء من رحلته وكان معمول بشكل فن كبير جداً في الحال الفيلم الفايز يمكن أغرى المسؤولين عن منح الجايزة أو اللجنة بفكرته المدهشة جداً أنت بتختاركي عوالم أخرى بتجسد فيها نفس الشخصية البطلة اللي بتعاني من مقاضي كروتينية كثيرة جداً خيال علمي الخيال علمي بيعود مرة أخرى لمنصر التتويج على الأوسكار كان الفيلم يمكن غربته يمكن قصته يمكن الأداء الرائع لمشيليو ودي كانت مفاجأة كبيرة يعني أنا كنت متوقع كده بلانشت مثلاً هتبقى على نصر التتويج لأن أنا من جمهورها وشفت فيلم طار اللي كان بينافس بقوة قد إيه عاملة دور المايسترو العظيمة جداً ميشيليو ويليامز في فيلم سبيلبرج لكن ميشيليو في الحقيقة مقدية دور صعب يعني أكتر من مرحلة في الفيلم من الواقعية القاسية للخيال عوالم متعددة ففي الحقيقة انتزعت الجائزة ما يحسب للأوسكار في تلك الجائزة إنها لأول مرة ممثلة من آسيا زي ما يقوله السيد مصطفى في عوالم تانية بتحصل على الجوائز من ماليزيا وبتتوج وهي دخل على مشارف الستين في الحقيقة وكتلحظة استلام الجائزة كتلحظة يعني انسانية عميقة جداً وبتتوج الحلم عند كل أجيال اللي بتمثلها ميشيليو الفيلم معمول باللغة الكانتونية وهي لغة جنوب الصين ودي المنطقة اللي كان فيها هي كان بتتكلم عنها هي تعرض لقيود وخلاف في الدرائب وكده هل الصراع علينا بقى نتكلم سياسة مع السينما الصراع الصيني الأمريكي ظهر فيه تتويج فيلم يحمل نوع من أنواع الاحتجاج على قواعد الصين ويحصل على هذا العدد الكبير سابع جوائز أسكر أنا سيب سبيلبرج ابن بلدي في أمريكا لا هقول لك هو طبعاً ما نقدرش نفصل للسياسة عن الفن طبعاً دايماً في علاقة متشابكة ما بينهم لكن أنا شايف المرة دي الانحياز للفن كان أكتر من الانحياز للسياسة لما تيجي تبص حتى لبقية الجوائز يمكن السياسة كانت حضرة في مسألة الحرب الروسية الأوكرانية واللي بدأت مع مهرجان كانوا برلين اللي هم يعني خدوا مواقف من الفنانين المواليين لروسيا واخدوا مواقف شكب لي ما يحصل من حرب على البشر في أوكرانيا لكن وتغيير السجادة والآخر لكن في هذا الفيلم لما تيجي مثلاً تبص الجاهزة تحسن ممثل برندر فريزر في فيلم الحوت عامل مجهود كبير قوي يعني ده أستاذ لغة انجليزية جسمه فلت منه من حيث الوزن يعني وبيفقد علاقته ببنته وبيحاول طول الفيلم انه زي يرجع هذه العلاقة الإنسانية عامل دور رائع جداً فريزر بالشكل ظهر بيه مبارح مش عارف بقى غير صورتنا أو يعني احنا رسمين شكل كنا متعودين عليه من واحنا صغيرين لما كنا نتفرج بشكل مختلف هو فعلا في لاب الأكشن الشكل مختلف الوزن زي ما حالك بتقول اللي كان بيعمله في الدور هو اللي موجود في الواقع إرادة ممثل يعني عندما يأتي دور اللي ممثل لا يتطفق تماماً مثلاً مع مواصفاته الجسدية أو حتى دور مش متعود على هذا النمط اللي عمل علاقة بينه وبينه الجمهور ويقبل هذا الدور ويزيد ما يتجاوز 50 كيلو من أجله ويعيش هذا النمط النمط النفسي اللي هو يعني زي طول الفيلم حطك في جزئية هترجع له بنته وهترجع لعلاقة الحميمية دي ولا مش هترجع ده فكري ممثل ببصص لقدام لما شفنا ديكابريو عمل شخصية جي إتجر اللي هو مؤسس المبحث الفيدرالية كان طالع بدور 60 سنة تخين جداً ربما يكون عنده يعني علاقات مش مزبوطة لكن هذا الفتى تمرد على أدوار الجين وأدوار روميو وقرر أنه يبقى ممثل والفيلم اللي بعديه أيضاً وأخذ الأوسكار فهو دي الثقافة اللي بتنقص كتير من نجمنا ونجمتنا إن إزاي أنا حط محطات لنفسي عشان أقدر أوصل لمكانة مختلفة ما بقاش واقع في روتين نفس الشخصيات وخايف أجازف أن أنا أخش في مرحلة أخرى لأخسر الجمهور المجاسفة مطلوبة والمجاسفة المحسوبة كويس قوي بتحسب في تاريخ الممثل زي ما حصل مع فريزر أنا كنت متوقع في الحقيقة كولين فارد لأنه عامل دور في جنيات إنشيرين حلو جداً لكن زي ما أنا قلت لحضرتك أنه المجموعة اللي وصلت أفلام رائعة جداً يمكن لأول مرة من سينهم طويلة القيمة القصيرة نشوفها حاجة هاتفة يتطفق عليها الجمهور والنقاد طيب إحنا لو نتكلم مع الفيلم مش هنقول الصيني يعني نقول المعبول بلغة الكنتونية اللغة جنوب الصين أو الأسياوي ده فاز بسبعة جهاز أسكر هذا فيلم ألماني أيوة قولي شيء هادئ على الجنب الغربي هذا الفيلم أنا متين بي وبدعو المشاهدين أن يشوفوه ده بيحطك في مأزق الحرب العالمية الأولى إزاي اتعامل غسيل مخ الأجيال من الشباب أن إحنا راحين للمجد في أرض المعركة وأن ألمانيا ستعيش في نعيم باريس ومن خلال بول برايمر ده ده فتى طالب تلميذ سنوي بيتأثر جداً وبيروح عشان يحقق الحلم اسمه بول برايمر زي ده القصة القصة القديمة اللي تعاملت قبل كده والفيلم ده لما تعامل في سنة حاجة وتلاتين أخذ الأسكر ده اسم الطالب لما بيروح بيلاقي حاجة تانية خالص أولاً هذا الفيلم بيحط بيجاوب على الأسئلة كتير قوي لماذا الحرب ولماذا هذه المأساة الإنسانية ولماذا نغدع الشعوب تحت بند كبرياء رؤساء وتحقيق أطماع سياسية وإلى آخره المانيا هذا الفيلم في الحقيقة كل شيء هذي على الجانب الغربي ده يعني اسقاط كبير جداً والرواية أصلها لما تكتبت عملت ضجيج جداً تعرف أن هتلر منع هذه الرواية منحها وطرد مؤلفها بره وعاش في سوسرا بالزبط وكان بيصادر بفعلاً أي نسخة لأنه كان خايف أن هذا الفيلم أو هذه الرواية يعني تقلل من الروح المعنوية لجنوده لأنها كانت كاشفة وصدمة طبعاً وتأثير الفيلم ده في النسخة الأونية بتاعته كان تأثير رائع جداً وأعتقد أنه يستحق يستحق الأوسكار أفضل فيلم دولي لأنه من الأعمال اللي تصورت كويس جداً المزيكة الأداء الإلهام اللي هو بيدي دروس الإنسانية للعالم ماذا تجني من وراء الحرب توم كروز ما رحش ليه بصي أنا توم كروز ده قدم هذا العام فيلم من أفضل أعماله على مدار تاريخه أداءً واختلافاً ويمكن رغم أن الأكشن اللي موجود في توب جن إلى أنه توم كروز كان فيه مجهود كبير في الأداء وكان متوقع ترشيح الفيلم نفسه هذه النوعية من الأفلام أنه يوصل للقايمة القصيرة تقرب الحلم شوية لتوم كروز أنه ممكن يكسب الجايزة لكن هو كسب في جوايس فنية أخرى أفضل صوت أفضل صوت لكن أنا في الحقيقة بشفك عليه لأنه دي كانت الفرصة الأهم عنده توم كروز أنه يتوج بالأسكار في هذه المرحلة بعد ما بلغ حتى الستين لأنه لما عمل حتى الساموريه الأخير ولما عمل حدثة في الرابع من يونيو كان توم كروز عنده مؤشرات لممثل آخر غير اللي الناس متعود عليه في ميشن انبوزول ممثل قدير يقدر يعني يعمل أدوار إنسانية عظيمة جدا لكن أعتقد أنه كان حسن فرصه قليلة لأن في الحقيقة الصراع على جايزة أفضل ممثل كانت فيها ممثلين تقال قوي يعني كانت المسألة يعني إيه أعمق بكتير من توم كروز وأعتقد أنه الجوائز راحة الأفلام فيها أفكار عميقة فيها مجتمعات مختلفة فيها فيها فن من نوع خاص يمكن الإنسانيات الإنسانيات على فكرة الأكشن برضو فيه إنسانيات بس الأكشن بيتظلم في مسألة الجوائز الكوميديا بتتظلم في مسألة الجوائز والأحضان اللي شفناها في الأوسكارز يعني إمبارك هو عاش مراحل صعبة حسن السينما في هوليوود الظروف كمان بداية من ملجأ لاجئين وده مش حصل معه بس مع اسماني كشيرة قوي فتصوري أن أنت بتطلعي من بعد سنين منتش في الأضواء إلى الضوء إلى أفضل جائزة في العالم يعني بداية وكانت في ملجأ للاجئين مثلا أو كده وقدم في الحقيقة شخصية مهم يعني شخصية جاء رائعة جدا كان جوز مشيليو في الفيلم وحتى خابيرة الضرائب آخرت جائزة برضو أوسكار رفضل موسيلة مساعدة يعني أعتقد أنه الأخوان دانييل مخارجي الفيلم يعني أدموا هدايا بالجملة لشخصياتهم والأبطالهم وأنا نفسي ناس يشوف المشهد على تساعه أنه لازم تحلم ولازم تتمسك بحلمك طبعا ولازم تبحث عن أدوار ولازم تشوف توقف مع نفسك وإزاي أنا قادر أوصل الجمهور بشكل مختلف في مرحلة قادمة الجائزة لازم نفكر فيها بالشكل ده بلاك بانثر حصل على جائزة أفضل تصميم أزياء أعتقد شخصية يعني كلنا شفناها بالكدفة طبعا بص أفاتار مثلا كان مفاجئ يعني الناس برضو جيمس كاميرون كان بيحلم أنه ياخد أوسكار جديد بس ما حلاش جيمس كاميرون وأثر غيابه برضو عدم التساولات وهو ده 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 عارف أنت إيه الفيلم حقق إرادات كبيرة لكن أنا كانت وجهة نظري ودي قلتها من اللحظة الأولى أن رغم تطور التقني الكبير جدا في الإبهار اللي حصل في الفيلم لأنه ما ساحبوش ما ساحبش هذا التطور تطور في الدراما بتاعت العمل هو ده الكونسابت المضمون أهم حاجة التطور الدرامي ما كانش بقدر التطور التقني والتكنولوجي والإبهار في الفيلم تحس أن الشخصيات ماشية عادية ما حصلش تطور يجذب رغم تحقيقه الأراضات الكبيرة طبعا على أي حال يعني خلينا نقول أن أستزيتنا في الصحافة دايما كان يقولك لما تجيله كده بقصة يقولك إيه أنسنها صح كده يعني إيه أنسنها يعني ديها الطابع الإنساني ده كان العنوان في جوائز الأوسكار وده الفاليو أو القيمة اللي طلعنا بيها هذا العام من أهم الأفلام المشاركة بطبيعة الحال ناس كتير بتتكلم عن أن في عودة كبيرة جدا لأفلام الشرق وسيطرة زي ما بيقولوا كده على عنوين الأخبار الشرق وسيطر عنوين الأخبار وأيضا يسيطر على أفلام الأوسكار دي كانت نسخة ستسنائية كلمنا عنها بتفصيل الأستاذ خالد محمود اللي شرفنا النهاردة في سوديو صباح الخرمس شكرا لكم شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا شكرا